مشاهدين الكرام مباشرة إلى مدينة وهران وفضيلة الشيخ بحر بشير ممسجد الأمير عبدالقادر أهلا بك سيدي الكريم إذن الحمد لله هذا ما يسعنا أن نقوله في هذه الفترة الحمد لله فتحت مساجد الجمهورية في فتح تدريجي في البداية لكن الحمد لله اليوم صلاة الظهر صليت بالمساجد الحمد لله الفتاح العليم والصلاة والسلام على الرسول الأمين ها نحن اليوم مع ضيوف الرحمن قد أقبلوا إلى بيت الله صراحة هو يوم فرحة هو يوم بهجة هو يوم سرور هو يوم عيد نشوفوا اللاس الآن دخل إلى بيوت الله وهي تسجد سجود الشكر شكر لله عز وجل بعد أن ردنا إلى بيوته ردا جميلا بعدما كان المؤذن يقول صلوا في بيوتكم اليوم يقول حي على الصلاة حي على الفلاح لتقام الصلاة في بيت الله عز وجل اليوم نشوفوا عمار المساجد نشوفوا ضيوف الرحمن قد ضربوا أروع الأمتلة في الانضباط المساجد اليوم سبحان الله العظيم هي نموذج في الانضباط في النظافة في الالتزام بكل التدابير المنصوص عليها سواء في بيان الوزارة الأولى أو في بيان وزارة الشؤون دين والأوقاف انصيبوا اليوم المصلين قد أقبلوا إلى بيوت الله عز وجل وقد امتتلوا لكل إجراء نقطة نقطة شيء شرف صراحة سائلين من الله عز وجل أننا نكملوا هكذا بإذنه تبارك وتعالى نواصلوا في الامتتال لهذه التدابير وهذه الإجراءات اليوم الحمد لله ضيوف الرحمن قد عادوا إلى بيوت الله عز وجل وشفنا اليوم حتى سبحان الله أصحاب الأمراض المزمنة والناس الكبار والصبيان ما جوش هذا دليل الوعي هذا دليل الوعي الجزائري ونتمنى من الله تبارك وتعالى أننا نكملوا هكذا حتى نكونوا إن شاء الله في أمان وفي ضمان ما علينا إلا أننا أوجه رسالتي لإخواننا في كل مكان من عمار المساجد أن يمتتلوا الإجراءات ويواصلوا ويصبروا حتى إن شاء الله تبارك وتعالى تفتح صلاة الجمعة وتفتح إن شاء الله تبارك وتعالى صلاة الفجر أسألوا الله العلي القدير أن يكشف الغمة عن الأمة أسألوا من الله تبارك وتعالى أن يرفع الوباء وأن يعجل بالفرج وأن يعجل بالفرح وأن يعجل بالفتح اللهم اجعل الجزائر وأهلها وشعبها في أمان وفي ضمان هكذا إن شاء الله اليوم هو يوم فأل صراحة افتتاح المساجد اليوم سبحان الله هو فالخير على الأمة هو فالتعفتح على الشعب الجزائري حتى الله تبارك وتعالى يعجلنا بالفرج اليوم نشوف الناس سبحان الله ترفع أكف الضراء على العلي القدير بفرج قريب بفتح قريب بإن شاء الله تبارك وتعالى أيضا نوجه رسالتي لإخواننا وأحبابنا جميعا أنهم يمتتلوا أنهم يمتتلوا والصبر إن شاء الله حتى يكون الفرج القريب والسداد إن شاء الله تبارك وتعالى إنه ولي ذلك ربي والقادر عليه كما قلت أيضا سيدي الكريم فضلة الشيخ بشير بحر يسورة راقية جدا والتزام كبير من طرف المصلين في مختلف مساجد الجمهورية وذليل قاطع لكل من يشكك بقدرة المواطنة الجزائرية لتخطي هذه المصيبة والقضاء أيضا على هذه الجارحة هي إجراءات أيضا هي إجراءات شرعية قبل أن تكون إجراءات وقائية أذية النفس في ديننا الحنيف مسؤول على عليها مرتكبها دنيا وآخرة ليس كذلك نعم أستاذ اليوم كما قلت لك في حديثي المصلين اليوم مدوا الصورة عمر المساجد مدوا الصورة لأن كما قلت سبحان الله الدين أصلا جاء للمحافظة على البدن والمحافظة على الأبدان مقدمة على أن تحافظ على الدين والنبي صلى الله عليه وسلم وأننا في سنتنا سبحان الله العظيم ما يخبرنا عن ذلك النبي عليه الصلاة والسلام نحن أيضا نزيد النبه إلى قضية بارك الله فيك في قضية التباعد التباعد هو من يعني سبحان الله من أعظم الأسباب اللي إن شاء الله تبارك وتعالى تكون سبب في رفع الوباء إحنا اليوم نقول لأخوتنا اللي كانوا ينكروا على التباعد وقال كيفاش التباعد واش من صلاة هذه ماش مقبولة الإنسان بعيد على أخوه سيد النبي عليه الصلاة والسلام تقول فر من المجدوم كفرارك من الأسد سبحان الله إذا كان هذا التقارب يسبب ضرر إذا كان هذا التقارب والتسوية هذه تسبب ضرر فهذه تسقط إذن نقول لأخوتنا التزموا وهذا هو ديننا وهذا هو شرعنا إن شاء الله ولنا في ديننا إن شاء الله الدواء والحلول أسأل الله تبارك وتعالى الفتحة والشفاء لمرضانا وأن يرحم موتانا والناس لمزال قايمة بالمناسبة أخويا الكريم وإحنا الآن في بيت الله عز وجل من الأطباء والممرضين والصاهرين والقائمين من رجال الأعلام كل إنسان اليوم لرهي وصل لرسالة من أجل المحافظة على الأنفس من أجل المحافظة على الأبدان أسأل سبحانه عز وجل أن يجعل هذا في ميزان حسناتنا وحسناته هكذا الشعب الجزائري دائما مقدام دائما الشعب الجزائري في الالتزام سبحان الله في الأزمات يلتزم ويتحد اليوم شفناها في بيوت الله هي أكبر صورة معبرة يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام فرج قريب وفتح قريب يا كاشف البلاية ويا عالم الخفايا عجلنا برفع الوباء إنك رحمن الرحيم وبالإجابة جديدة إن شاء الله فضيلة الشيخ أيضا قبل أن نختم معك سيدي الكريم فضيلة الشيخ بحري بشيمة عبد القادر أريد أن أختم هذا نقاش معك وأريد أن أختم أيضا تغطيتنا المباشرة لصلاة الظهر من عدد مساجد الوطن وافتتاح أيضا عدد من المساجد بالدعاء لو سمحت فضيلة الشيخ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم يا رافع الدرجات ويا منزل البركات ويا فاطر الأرض والسماوات سألناك ربي في هذا اليوم المبارك في يوم فتح المساجد أن تفتح على الأمة يا ربي اكشف الغم عن الأمة اللهم إنا نسألك يا رب يا من قلت وقولك الحق ادعوني أستجب لكم دعوناك ربي فاستجب لنا يا رب اللهم ارفع عنا الوباء اللهم ارفع عنا البلاء اللهم إنا نسألك يا ربي من بيتك هذا وإحنا اليوم أمننا في الله كبير ما اسقطناش من عين ربي سبحانه عز وجل ما زال نسوه عند ربي ما زال قدرنا عالي عند الله لماذا؟ لأنه ردنا إلى بيوته زادنا فرصة سبحانه عز وجل اللهم يا ربي احفظ الجزائر وأهلها اللهم احفظ الجزائر وشعبها واجعل الجزائر أمناً أماناً سلماً سلاماً سخاء الرخاء نسألك ربي يا ذا الجلال والإكرام أن تسعد الجميع وأن تبارك في الجميع اللهم اجعلنا هكذا دائماً في الأزمات المتحدين أمن بلدنا يا الله سؤالنا ورجاؤنا واحد هو أن تؤمن الجزائر وأن تجعلها في أمانك وفي ضمانك اللهم يا رب وفق ولي أمرنا لما فيه الخير لخدمة العباد والبلاد واجعل الخير أمامه واجعل الحق إمامه يا رب كل من سعى لخدمة البلاد يا رب وفقه وسدده الناس اللي وقفت في هذه الأزمة الناس اللي تركوهلهم أولادهم وأحبابهم ويعني وقفوا على الحفاظ على الأنفس اللهم احفظهم بحفظك واصطرهم بسترك وكنفهم بكنفك يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا نسألك يا رب يا من قلت وقولك الحق وإذا سألك عبادي عني فإني قريب طمعنا فيك كبير ورجاءنا فيك كبير أن تحفظنا وأن تحفظ أهلنا وديارنا وإخواننا إنك رحمن رحيم وبالإجابة جدير أسألك يا رب يا حنان يا منان أن تمنى على الأمة بفرج وبفرح وبفتح وبنصر قريب إنك ولي ذلك رب والقادر عليه أسألك يا رب للأمة الإسلامية في مشارق الأرض ومغاربها يا ربي ردنا الحياتنا العادية كما كنا يا رب العالمين كنا نتزاور ونتلاق اللهم يا رب ها هي الدروب قد سدت وها هي الدنيا قد سودت وها هي أيدينا إليك بالدعاء قد مدت فلا تردها خائبة يا الله فلا تردها خائبة يا الله فلا تردها صفرا خائبة يا الله يا رب ثقتنا فيك جعلتنا نتجرأ عليك طمعنا فيك يا الله جعلنا نعصيك وها نحن اليوم تبنى وها نحن اليوم عدنى وها نحن اليوم أنبنى إليك يا الله إليك يا الله إليك يا الله اللهم بلغ مقاصدنا بلغنا مما يرضيك آمالنا اللهم أسعد الجزائر وأهلها اللهم أحفظ إخواننا من الجيش ومن رجال الأمن المرابطين كل إنسان مرابط اليوم من الضرك والأمن والحماية المدنية وكل إنسان يوم واقف وصامد أمام هذا الوباء وأمام هذا العدو الذي لا يرى بالعين المجردة حقق آمالهم حقق رجاءهم احفظهم أيدهم سددهم أعنهم كلهم معينا ونصير يا الله كلهم معينا ونصير يا الله اللهم اجعلها ساعة إجابة يا ربي اللهم اجعلها ساعة فرح يا الله يا ذا الجلال والإكرام إن تركتنا فمن لنا فلا تحملنا ما لا نطيق يا عزيز يا شفيق يا رفيق إنك أنت مالك الدنيا الحقيق إنك أنت القادر إنك أنت المقتدر إنك على كل شيء قدير فأسعدنا فارجعنا إنك رحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين شكرا جزيلا لك فضلة الشيخ بحر بشير ما مسجد الأمير عبد القادر كنت معي على المباشر من ولاة وهران